أما رغينا أن هذه الشريعة جاءت ترفع القصر والحرج عن مصالح العباد الدنيوية والأخروية ثم بعد ذلك جاء الموقف تجاه الجمعة وحدها لأن الجمعة فريطة لشعبنا ولأهلنا والمصلينا أهلي وإخواني أن العمل جدية مع هذه الضوء واحد ثم اقتسموه بالسوية ثم أطاع لرمضان ينبغي أن تظهر في سلوكنا بعد رمضان ثم لا نقصر أطاع اللهم نصف عندنا الوباءة والباءة وإحفظها لكلمات كتابا إحفظها لكلمات كتابا الله يكو يا الدنيا ويا أدوى الغير وأدوى الله يكو فتح المساجد أمام الجمع هذا متعلق بأمرين الأول المتغيرات والمسجدات الصحية الأمر الثاني التزام أهلنا وشعبنا بالإجراءات الوقائية التي أعلناها عنها بالتوافق مع وزارة الصحة الفلسطينية إذا ظهرت حالات في داخل غزة بالتأكيد سنذهب إلى إجراءات أكثر تجديدا بما فيها حظر التجوال وليس فقط إيقاف الجمعة والجمعات